بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحص يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجر مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطول أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تفروا وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور فإذا مس الإنسان الرر دعا ربه منيبا إليه دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نفي ما كان يدعو إليه من قبل نفي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن تبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وطائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرزه رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكره للألباب كما نتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة حسنة وأرض الله وافعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيد ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستكون والذين جئتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورث من فوقها ورث مبنية مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتلكه ينابيع في الأرض فتلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله ثطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه طويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متشابها مثانية تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون جذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاكهم الله الخرية في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عيوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تهتصمون فمن أعلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مكوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المرسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلج الله فما له من هادئ ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممتكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويغسل الأخرى إلى أجر مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأ ذا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم العيب والشهادة عالم العيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاطرهم ما كانوا به يتهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنفوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنفرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المستقيم أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المسلمين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم متودة أليس في جهنم مسوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قابلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولله فأعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والثماوات مطئوياكم بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونشخ في الصور فصائف من في السماوات ومن في الأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نشخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشركت الأرض بنور ربها وأوضع الكتاب وأوضع الكتاب وجيء بالنبيين والشفداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثل المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة ذمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبعكم فالخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث من الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر